الأخبار اليوم يا جماعة غير هاي جايز هاي جايز كيفكن اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اليوم بهذا الفيديو اكيد موضوعنا عن لعبة بيكي اكس دي واليوم يا جماعة اخبار كثير نار احس انه هذا رح يكون افضل تحديد لكن ما بعرف كل التحديدات حلوة كل ما ينزل تحديد سيكون يعني كل تحديد احلى من ثاني ولابي عم اغضي وعم تتطور يعني فعنجي شي كتير واو اليوم يا جماعة لعبة بيكي اكس دي بعثوا لي ايميل جديد وبيقولوا فيه انو حينزل تحديد جديد فيه اتنين من الاشياء ثلاث اشياء شكله جديد رح تنزل طبعا ما بدي احكي عن تفاصيل اكتر لانو بدي لكم قبل ابلش هار الوديو اصلا هلأ بلشنا لكن قبل ابل لكم هيك كتير اخبار هيك اشياء اشتركوا بقناتي تقديرا لتعبي واني كيف وصلت لهذا المستوى تبع اني يوتيوبر بيكي اكس دي عشان هم يبعثوا لي ايميل فانا شفتوا كيف تعبد عشان اصير يوتيوبر عشان اصير اتواصل مع اللعبة عشان اللعبة الشركة تصير تبعث لي ايميلات عشان اشاركها معكم فالشي كتير صراحة متعب يعني اليوتيوبرز كلهم اكد بيكونوا بعرفوا اني هيك كتير عم بتعب so please قدروا تعبي باشتراك فرحوني يا جماعة بس كمان حطوا لايك وطمعا حطوا لي فالو للتيك توك كمان للإستجرام الرابط تحت بتندوق الوصف يعني هلأ وقف الفيديو روحوا على الوصف رح تلاقون كل شي المهم هلأ يا جماعة حبق لكم انه اطقي يعني تفاصيل اكتر عن اليميل طبعا هني بعثوا اليميل بيقولوا فيه انه اني صاير يا جماعة كأنه ثلاثة اشياء جديدة اول شي رح تصير باقي جديدة كأنه وتخيلوا الملابس شو جوي مرة بتجاني ليش قلبتها هكي لهجة يعني انا انا عم بحكي بلهجة الكل بيفهمها صراح مو ما بعف شو قوليها هاد لهجة بس يعني anyways عشان تفهموني يعني ما بعف anyways يعني يا جماعة في الملابس جديدة رح تصير جوي عن جد بتجاني يا جماعة رح تحبون عن جد طبعا ابعتوا لي الصورة سأل يام رح نشوف الصورة وقال لي يسألني اسرياء متى موعد نزوله قايز هلا رح نقرأ اليميل وشوفوا شوفوا يا جماعة اذا كاتبين موعد نزول لانه ما في موعد ما بيقولوا لنا بيخلوه هيك خلص كذا ما بيقولوا ابدا موعد نزوله باليميل ما مكتوب سوف بليز تبعوا الفيديو وشوفوا شوفوا اذا كتبوا لي الموعد او لا بعدين اسألوا اسألوا بالتعليقات لانه كتير بيقولوا لي اسرياء امت التحديد لكن يا جماعة يعني شفتوا اليميل بالفيديو مو يعني التعليقات اعتقد انه التعليقات موجودة عشان الناس تكتب اريقها بعد ما تخلص الفيديو لكن ما بعرفني انيواز ما بدي اتوار عليكم اكتر يعني احس كثير خليتكم انكم تتشوقون تتحمصون ادوات موسيقية واكثر تخيلوا من عنوان حماس لكن احس مرحبا اسراء جايمر مرة천ة كالما وقته انتوятся تقول اسراء جايمر أنا مو اسراء جايمر انا اسراء جايمر جايمر لكن انا مو اسراء جايمر اسف لاني شوية عالصبت اقدم الكثير لكن الشيء المشكلة من الترجمة P.K.A.X.T ، مو اسراء جايمر لكن الترجمة هي اه مو بتصنيف味 مرحبا اسراء جايمر مرحبا مرحبا مرحبتين ما تحبوا ان تفعل في وقت فراغك انا احب ان ارعب جيمينج و احب اردع تعليقاتكم و بحب اخذ صور حتى لو ما برزلها و ما بحب لها حتى تخيلوا اخذ صور و اشوفها و امسا حاين ما بحب شو الفايدي لكن اتس اوكي اوكي سألونا بعدين قالوا يحب اوكي يحب بيزا جاي العزف على الالات الموسيقية كنت عم بظن انو انو حيقولون يا عزف على الالاتات المنزلية هذا اللي قرأت ورم العزف على الالات الموسيقية قالوا مؤخرا بتشكيل فرقة مع باقو انو رالي يعني في ال� gespanntng يعرف يا عظف الله یعرف يعرف يا عظف احنا ما مناعرف والله يا جماعة pledge ما عم بحكي معه من لما صرت position بال argue giant عم بحكي معه ك diyor ما اللي عم بحكي معه ما毎 ايه لنعرف عنه هو انو أحب عبذا و الأمر يضحك e Weber عنده كثير pad يضحك بدون سبب حتى طلع يا عزف وعنده فرقة فرقة بوسيقية هذا يبشر بالخير احنا كمان نقدر نحصل على فرقة كأنه ارنا ما بشوف انهم متحمسون جدا لانشاء اغاني اصلية وتشغيل اغنيات لفنانيهم المفضلين وخمن ماذا يعني ماذا؟ ماذا؟ نعم الآلات الموسيقية متوفرة الآلات الموسيقية الآلات الموسيقية في بيكا اكس دي؟ نعم يقصدون مثلا جيتار بيانو كذلك متحمسة من كذلك متحمسة بدي انط لكن كيف يا جماعة تخيلوا آلات موسيقية بلعبة بيكا اكس دي دعني معنى حماسي واحد اوكي الى جانبهم ستأتي حزمة جدا حزمة ملابس جديدة لتهز بها المسرع لتهز بها المسرع يعني ملابس جديدة سنرى الصورة سنرى الصورة فيها الملابس الجديدة اوه صوتي لا يمكنني اتحدث اوه اوكي اكتسبت صالة الايس كريم ايضا مكهات ايس كريم جديدة مكهات اوه ايس كريم اناaz خلد منها ايس كريم كذا مثل فاراولة وشوكولاتا الفُّصصق اوه م مي ج diret شوكولاتا لا انا اميش شوكولاتا لا بحب كت четыر شوكولاتا نكهة شوكولاتا كتير سيكون لديهم أيضا خلطات وميلكشيك ومثلجات رائعة يعني بدلت تصير يا جماعة كأنه محل آيس كريم وفيه كتير نكهات جتيرة هل تشعر بالحرارة أنه وقت مناسب لتحديث نفسك شكرا أعمل أن لا تكسب فتاة القيل والقال هذه المرة مضحك جدا You're so funny أحصل على آلات موسيقية جديدة لنفسك ولا تنسى تناول بعض الآيس كريم شكرا أكل آيس كريم أظن يمكنك الآن حفظ ما يصل إلى 6 أزياء عندما تنقل على شخصيتك ستظهر أيقونة علاقة وستجد هناك كل ملابسك المحفوظة نعم نعم هلأ صار فينا أن نحفظ اللبسات كنت عم بيستنى هذا التحديث آه لما ينزل التحديث رح تفهمه أنا فهمت يا جماعة إذا فهمت وقلولي أنا فهمت يقصدون أنه نقدر مثلا مثلا نلبس لبسه بعدين نقدر نحفظها وعننا فرصة أنه نحفظ بس 6 أزياء ونقدر أنه نلبس هذول اللبسات اللي حفظناهم نقدر أنه نلبسهم بأي وقت بدنا عرفتوه أخبر أصدقائكم متابعينك أوكي هيني أخبرتكم يعني أنا أصلا عم شاركوا معكم حتى إذا ما قالوا لي أعتقدوا أن هذا الخبر هو الوحيد الذي سيأتي في الأيام قبل المقبلة سيأتي كمع الأخبار ثانية هيا جماعة هي اللبسة لكم كيف يجماعة الشوز ولكم الملابس جوي عنداد لكم جماعة معهم مايك وغيتاريا ويأني كذا اشي أوه آي جا لكم رحقلكم من هون موجود بالفرقة عندي ما بعرف مين هاي أوفروت جيرل أدمن ما بعرف مين هاي ما بعرف مين هاي أوه هذا بيزا جاي هذا بوغ المهم كمان باعتوا لي هالصورة ما بعرف ليش لكن بس يا جماعة هيك شاركت معكم الإيميل أنا كثير متحبسة ما بعرف شو بدي أقول لكن عم بحكي هيك شوية عشان صوتي أنيوز أنيوز أحبكم كثير واشتركوا وحبوا لها باي